شهد معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم المرحلة الختامية للتمرين البحري الثاني جسر 17 بمشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني والأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة فلدى وصول معالي القادة العام لقوة دفاع البحرين إلى سلاح البحرية الملكي البحريني كان في الاستقبال اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للأمداد والتموين واللواء الركن بحري الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وأعدد من كبار ضباط قوة الدفاع والأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية وقد رحب معاليه بقادة السفن وقادة المجموعات بالأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية المشاركين في التمرين مشيدا بما وصلت إليه القوات البحرية الملكية السعودية من تطور وتقدم وما تتمتع به من قدرات عسكرية حديثة مؤكدا معاليه أن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي قد قطع مراحل كبيرة تحقق خلالها الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات في إطار العمل الأخوي البناء مبينا معاليه أن مملكة البحرين وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى القائد الأعلى تدعم كافة أنواع التعاون المشترك مع الأشقاء في دول المجلس مؤكدا معاليه أن هذه التمارين المشتركة تهدف للوصول إلى مستوى قتالي متقدم للمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلداننا وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لجهود الأخوة بالأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية في هذا التمرين والتي تعد ترجمة صادقة للخصائص الواحدة والأهداف المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين في الماضي والحاضر والمستقبل وأن هذه المشاركة الأخوية الطيبة تأتي تأكيدا على تصميم أصحاب الجلالة قادة البلدين الشقيقين للمضي قدما نحو تحقيق المبادئ الأساسية للتنسيق والتعاون العسكري بين قوات الأشقاء ودعم خطة التعاون العسكري المشترك بدول مجلس التعاون من أجل إرساء استراتيجية عسكرية متكاملة وموحدة لتصبح سدا قويا منيعا في وجه كافة التحديات المحدقة بنا وتوفر سبل الأمن والأمان والاستقرار لمنطقتنا وقال مع علي القادة العام لقوة دفاع البحرين أن التمرين البحري الثنائي جسر 17 يهدف إلى أثراء الخبرات العسكرية وصقل القدرات القتالية وتطويرها لاستيعاب متطلبات القوة العسكرية المعاصرة ومؤكدا مع علي أن ذلك يأتي بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى وجهود جلالته الحثيثة والدائمة للارتقاء بقوة دفاع البحرين سواء من ناحية التسليح أو التدريب وشهد بالجهود الطيبة التي بذلت من أجل تنفيذ التمرين البحري الثنائي وبما لمسه من روح التآخي والتعاون بين المشاركين في التمرين وبما شاهده من مستوى قيادي متميز وأداء عالي أثناء تنفيذ المهام القيادية والقتالية المختلفة والذي عاكس بحق الصورة الجلية عن مدى التطور الذي واصلت إليه القوات المشاركة في التمرين كما أبدى معالي ارتياحه للنتائج الطيبة التي حققتها مختلف القوات المشاركة في شتى مراحل التمرين معربا عن خالص تقديره وعميق شكره لكل من شارك في تخطيط هذا التمرين وتنفيذه وإنجاحه متمنيا للجميع دوام التقدم والتوفيق والنجاح في المناورات والتمارين والتدريبات المقبلة مؤكدا معالي أهمية إجراء المزيد من هذه التمرين المشتركة بين قوات الأشقاء في دول مجلس التعاون لتحقيق المزيد من التكاتف والتآزر والارتقاء بمستويات الأداء القتالي لدعم القدرة الدفاعية لدول مجلس التعاون لدول الخليجة العربية